اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خلاص مشي الحال بدي روح شوف لعبة مراد يعني رح يخلو سبيلا؟ بس هالفترة بس يصح حلمي اونال رح ياخدوا اقواله وبعدين رح يتوضح وضع اروى خانم اكتر ماشي لا تتركها لوحدها لكن لك فكرة شكرا عدنان بيك بيسلم عليكن قال ان الصحفيين على الباب ايه خلينا نطلع من الباب الخلفي يلا ماما حطينا داراتي فيش اخبار من المشفى ما تصني هاد اكيد رح يحكي معنا بس يطالعون من العملية بيتتصل خلينا نحاكي بس نطلع من هون ونركب سيارتنا منتصل استنوني ضيئة هون بس لشوف السيارة نهاد بي العملية كانت ناشحة كتير يعني ما عاد في خطورة على حياته تخطاها الحمد لله الحمد لله على سلامته واذا مرأ هاي الليلة على خير ما عاد فيه اي خوف عليك بتشكرك دكتور شكرا بشوفك بمرق عليكم بعدين عاد نام بيك العملية كانت ناشحة عم بيقول الدكتور ما عاد فيه خطر على حياته هنيك بسلامته بابا الحمد لله على سلامتك العملية نجحت لساته تحت تأثير المخدر اني هاد اللي انت منيح كتير خفت نسيت كل شي عملوا معي صار قبي من جديد وخفت كتير اني يخسره الحمد لله مرأت على خير وسلامة موجودين حوالين البناء مزبرين نطلع لا تطلعي بحدا مباشرة نركب السيارة اروا خانم اروا خانم صحيح انه جابوكي مشان تدلي بي فاتح اروا خانم اذا بتريدي اذا بتريدوا اهدوا شوي اذا بتسمحوا لي انا رحش انا ضاربتوا بمادة على راسه شو تحكونتوا بالتأكيد مو صحيح حلمي بيك هو عم يتحمام زحتت رجله ووقع لا قولا حلمي بيك مهم عليه وهو بس مهم عليه شاف مهم عليه بالحمام بس هو طالع من الحمام نزل ضغطه ووقع واروا خانم بالصدفة كانت هناك وقامت ساعدته وشكر لكم بس هاي التصريحات مو كافية حابيني اسألكم سؤال لاروا خانم أروى خانم تصريح واحد بس ليش صرقتي لحمي أونان بس تصريح واحد رجاءا ما صدقوا وما رح يصدقوا ماما ترجاك تشدي حالك شوي نهاد عم بيتصيل بيسان بابا طالع من العملية ووضعه كتير منيح الحمد لله قال منيح الحمد لله سلامتو صح ما في مشكلة مو هيك؟ لا بس عم يفتح عيونه ويسكره وعدنام بيك هلأ إجا لهون كمان هوي جنبي تمام سلملي علي خلينا نروح على المشفى لا منروح على البيت من الأفضل ما تروحوا على المشفى بالأول خلونا نحنا نحكي معه وأنا هيك رأي شو صار؟ ولا الشي ماما عم بتقول نرجع على المشفى وأنا عم إلا بالأول منروح على البيت إذا بدي تجي خليها تجي إحسان بيك رأي وبعدين نهاد ماشي مثل ما بتكون بحكيكم بعدين ماشي حبيبي نهاد نهاد أنا هون أنت منيح مش الحال رح تتعافى إن شاء الله لا تأكلها بشكرك كتير أنت مرتاح كنت عم بتخيل ولا عدنان زي أكيد عن جد كان عباب الغرفي أجا وكان خايف عليك كتير شكرا للمشاهد شكرا للمشاهد شكرا للمشاهدة